موسيقى ويرويها الناس إلا بعد أن نعرض الحديث على القرآن فإذا وافق الحديث القرآن أخذنا به وإذا خالف القرآن طرحناه ولذلك قد نسمع الكثير من الناس من الخطباء والمشايخ وغيرهم روايات قد تكون فيها بعض الخرافة وقد يكون فيها بعض ما يخالف القرآن ويتقبلها الناس ويؤولونها ولكن الإمام يقول ما جاءك من حديث من بر أو فاجر يوافق القرآن فاخذ به وما جاءك في رواية من حديث من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به لأن القرآن هو الأساس الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وليس فيه أي تزيادة وليس فيه أي نقصان ولذلك فهو النور قد جاءكم من الله نور النور الذي يضيء غيره أما الحديث فقد يكذب به الكذابون وقد يضعه الوضاعون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر